فأنت يا أخي عندما تقوم تصلي تجد حراكاً مع نفسك مصارعة نفسك للأجل أجل أجل لكن لا تضح قل أنا أعلم أني لا أنتفع من دنيايا إلا بهذه اللحظة إلا بهذه اللحظة وبهذا العمل وإذا شعرت هذا الشعور وأنك لن تنتفع من حياتك إلا بهذا وأمثاله هل تفر منه فرارك من الأسد أو تطمئن أجيب يا جماعة تطمئن يا أخي تكت بهذه عندما تقول وهو أكبر تجد شيئاً في نفسك يا الله مش مش قل يا أخي هوناً 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 ما لي من حياتي إلا هذه ما ينفعني في قبلي ولا عند موتي ولا يوم القيامة إلا هذه اطمئن يا أخي ثم اذكر وأنت في صلاتك من تناجي من تناجي يا أخي تناجي أحب شيء إليك وهو الله عز وجل ألم تعلم أنك إذا قلت الحب الله رب العالمين قال الله تعالى من فوق سبس الموات قال حمدني عبدي ألم تعلم أنه إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعيم قال الله بيني وبين هذا بيني وبين عبد المستقيم ألم تعلم أنك إذا قلت إهدى الصلاة المستقيم قال الله هذا العبد والعبد المسأل هل تجد خيراً أكثر من هذا كيف تفرض من أن تقف بين يدي من ينجيه وهو على كل شيء قليل يا أخي اعرف نفسك اعرف نفسك ولماذا خلقت والله لو كنا نشعر هذا الشروع ذهنت عن العبادات ولا رخصت علينا الدنيا كلها لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسقي منها الرب وذال كفران لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران هكذا يقول ابن قيم رحمه الله وصدق ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر